أهلا بكم من جديد رغم إيقافي التصدير لها وامتلاء الأسواق المحلية بها فواكه الشتاء بأسعار مرتفعة في ظل وضع اقتصادي صحب تعدد أصناف الفواكه بتعدد فصول السنة هبة منحها الله الأرض اليمنية تماشيا مع وصفها بطيبة وهي منحة ربما لا توجد في أرض غيرها مع دخول فصل الشتاء أطلت علينا فواكه البرد والتي تزين الأسواق وأبرزها فاكهتي البرتقال واليوسفي والتي لم تكن على ما يرام هذا العام كل سنة تورد كثير لكن هذه السنة بسيطة حاجة بسيطة لأن المزارعين معها يروعون الديزل الغالي والبترون المابش والمواصلات كانوا المرة يدخلون السيارات من كل مكان يجمعون مرة واحدة دينات ودخلوا مرة واحدة السوق تجلس من أكثر الأسعار تجلس ثلاثة لمرة أربع أيام حتى تضمر تبصى البضاعة والله الفارق كثير بالنسبة للبضاعة والنسبة للتورد يعني فارق شاسع من حيث الوارد من حيث الأسعار من حيث السعبية يعني للزبائن من حيث جميع الاتجاه فارقين التولئين للعام البرتقال هو أنواع أكثر من ثلاثة النوع هذه السنة لم نبصر البرتقال لكي نشوفها السنة الأولى من مرة على الرغم من توقف تصدير هذه الفاكهة بفعل الحرب التي تدور رحاها في أكثر من محافظة إلا أن الكمية المعروضة منها في الأسواق المحلية قليلة وبأسعار مرتفعة مقارنة بالأعواب الماضية الأسعار ما بين لهذه السنة والأسنة الماضية تختلف زيادة بأسبب الأوضاع الديزاء للبترول فإن الأسعار الماضية كانت يعني المكربن بـ 2005-2003 تدافع إلى ثلاثة وسبع أربعة والعادي من فوق الخمسة والستة كلها على البضاعة سعر العام كان أخبط من هذه السنة العام كانت من حوالي من 3500 إلى 2500-2002 يعني أقصى سعر 2000 السلة أما هذه السنة من 3500 يعني أقصى سعر 3000 بضع المليح لأنه عادوا مقدش وقته عادوا تأخر عادوا مكربن الطبيعي عادوا يجي طبيعي يجي طبيعي يجي أكثر ونقول إن شاء الله يخفض يتحدث مزارع وتجار البرتقال الذي يزرع معظمه بمحافظة مأرب عن تراجع إنتاج فاكهة البرتقال وضعف جودته هذا الموسم بفعل ما تعيشه البلاد من حرب وازمة الشراء من سوق بيع الجملة بالنسبة للفواكه هو دائما الأفضل مقارنة بالأسعار التي يبيع بها تجار تجزية كما أنها وإن بدت رخيصة في نظر البعض فهي ليست كذلك بالنسبة للكثيرين الذين غابت الفاكهة تماما عن موائدهم ازدهرت مؤخرا أسواق بيع الملابس والمفروشات الشتوية المستخدمة مع الشداد البرد وإقبال كبير دون وعي بمدى مقاطر هذه الملابس وخطورتها في انتقال الأمراض الجلدية يتداول الكثير من الناس الأمراض الجلدية بطرق تقليدية كلما دعت الحاجة لشراء ملابس مستعملة محلات وأسواق الملابس مستخدمة انتشرت بشكل لافت انتشرت معها معظم الأمراض الجلدية خصوصا وأن هذه المحلات تشهد إقبال اللباس به من قبل كثيرين يقبل عليها مقطع النظيف وهذا بالنسبة للزمان الذي يعرفه والذي ما يعرفه يقل عندنا نقنعهم فيها نقول لهم يا جمعة هذه المقربة قد لبسها من قبل كم قد قربها ولبسها يرجع يأخذوا واستمروا عليها تماما قبل الناس قبل تماما مشراهم الملابس المستخدمة ومحسن من الجديد لأنها أسعار منخفضة من الجديد وبضاع نظيفة أثناء تصوير حدث كثير من المواطنين أن ما يدفعهم لشراء الملابس المستخدمة هي الأوضاع المادية المتدهورة ومحدودية الدخل التي لا تمكنهم من اقتناء الجديد لكنهم تعففا رفضوا ذلك الحديث أمام الكاميرا من يقتني هذه الملابس قد يلجأ إلى قصلها مرات ومرات ظنينا بأن عملية القصير تجب ما قبلها من الأمراض صحيح قد يجدي ذلك مع البعض لكن لا يفيد مع الأكثر أكيد أن أصلا الآن أصبحت الظروف صعبة والحالة المادية لا يسمح لهم أنهم يأخذوا حاجة جديدة يضطر أن الواحد يأخذ مستعملة لذلك أن تضطر أن تأخذها للغاقسة لا يغسلوها وتعرضها للشمس الشمس تكثل البكتيريا يدرك الأطباء خطورة انتقال أمراض جلدية عن طريق الملابس المستخدمة وبالتالي يوجهنا بعض النصائح التي ممكن فقط أن تخفف من حج المعاناة وليس الحد منها كليا جميع الأمراض هي تنتقل عن طريق الملابس من الكزيمة الصدفية في القدر المائي البهق البراس كل الأمراض تنتقل هذه في بعض الأمراض ينفع مع أنك تغسلها مثلا تفورها بالماء والصابون وتعرضها للشمس لمدة معينة تقتل القراثيم بس تبقى بشكل ضعيف يعني زيما مثلا البهق والبرس في حتة علاقات لما تجي تعملها تعطيها للمريض تنفع للبكتيريا يعني تخرج من القسم وتنزل للثياب ويقوم بتبديلة يعني مثلا يكون معه ثوبين هذا طبعا من طرق العلاق الذي يستخدمه بتبديلة مثلا من ثوب لا ثوبين اليوم الأول يعقمه بس لما ينتهي علاقه وتنتهي تماما ما نصحش نهاية أنه يرقع يستخدمه يحرق الثياب ويزبلهم قد لا توجد هناك معايير لضبط الجودة في أسواق الملابس وكلما يصل إلى اليمن سواء كان جديد أو قديم لا يخضع لأي معايير أو رقابة هذا يجعل بعض يبحث عن بعض الماركات حتى ولو كانت مستخدمة تبا للفقر لو كان رجلا لا قتلته ربما تكون هذه الكلمات هي الأكثر ترددا على اللسان يكون من يضطر لشراء مرض جلدي بيده لكن بنفس الوقت ما هو البديل في ظل الظروف المادية القاسية يعيش اليمنيون منذ أكثر من عام حروبا ومواجهات وقصفا جويا ووضعا اقتصاديا متهالكا وأزمات طالت كل شيء إلا أنهم لم ينسوا أن يعيشوا ساعات من الجو الرياضي في المنافسة والتشجيع لمباراة الليقة الإسبانية بين البرشة والريال ولتتحول كثير من مواقع التوصل الاجتماعي إلى حماس رياضي ويصبح حديث الكثير حول المباراة إذن مبروك لمشجعي البرشة هرد لك لمشجعي الريال إنه سحر الرياضة وعشق الكلاسيكو بين قطبي الكرة الأسبانية فاللقاء الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد لا تفقد جاذبيته الحروب ورى الصراعات فمن بين الركام وزوايا الدمار تجمهرت الجماهير اليمنية حول شاشة التلفاز وتحدية بالرياضة خبث السياسة فيه قبال كبير للرياضة من ضمنها أتكلم لكم سبيل المثال لأنه على مستوى أنه ابني قبل أول من أمس خرج يتابع المباراة أنا أعلم والله وجالي فيها بعد نهاية المباراة يستاذي مني أنه خرج فاستقربت يعني على الخوف والأوضاح هذا وخرجت حتى أني وخرجت جميع الناس يعني شاهدونا بالذات كرة القدم أبضل الأوروبا الكلاسيكو بين برشلون والريال عدد كبير من الناس خرجوا يشاهدون المباراة وحتى للمشاركة الأخرى التي تكون في كرة القدم عندنا في النادي الأهلي وكرة السلة في جوء إقبال علىها كبير من اللاعبين الصغار الفاتر العمري بالذات رغم هذا الأوضاع وما فيش أعمال منقطعين أنا أعمالهم ما فيش رواتب وكذا لكن لوقت المباريات والكلاسيكو وكذا تشوفهم يتابعوا المباراة باهتمام ويحضروا لها أكثر من أسبوع ويتقهزوا يشجعون يعني الرياضة بشكل ما تتصور أنا لاحظت أنا مباراة برشلونة وريال مدريد حضروا لها جماهير كثير يعني في التحرير في المنتزهات في المقاهي شفت أنا يعني شيء غريب والله ما توقعش أنا والله هذا أخير حضور يعني رغم الحصار والحروب يعني والطيران والهذا أخنا شفت أنا والله حضور يعني مذهل صد ما زالت الرياضة في اليمن متربعة عرش الاهتمام فالدوريات والبطولات لا تقل اهتماما عن أخبار الساسة وآلة الحر فيه دوريات رغم الحصار رغم حتى القصف تبصر الطائر في الجو ولكن اللاعبين فيه روح عالية يعني الروح العالية مستمرة بإذن الله حتى أطفالنا في أنديح في البراعن الناشعين كلهم بيلعبوا رغم الحصار ورغم ما فيش ممكنة عند شباب يقبل كثير إلى الرياضة ربما اليمنيون شعب يعشق الرياضة ومتابعتها حتى الثمالة لكن الرياضة تأبى إلا أن تهجرهم وتغازلهم عن بعد ترجمة نانسي قنقر